لكن انا بنرحب بزميل عزيز محمد الباز عشان يكلمنا عن ارقام مباراة اليوم الف مبروك يا محمد وايه الاخبار عندك مساء الخير يا كابت نايمة مساء الخير على الكبات ان اه طبعا الف مبروك ارقام يعني فرق جاسع صحيح احنا شوفنا الارقام مع بعض قبل المباراة والارقام كانت بتدينا دايما او تنبؤات ومؤشرات ان لا الاهلي عنده فرصة كبيرة جدا تبكر للارقام وتحليل الارقام حتى الخصم الداخلية ان هو يعمل سكور كبير جدا اي اه زي ما حدتك قلت 11 رفوز على التوالي تعال ان نفصل شوية في 11 رفوز فيهم 28 هدف للنادل استقبل او 7 احنا دايما مش راضين على الهدف اللي بيجي كده يعني في الاستقبلات لان احنا كنا بنشتغل على نزود الكلين شيت كنا 6 هنفضل يعني حد لوقتي 6 برضو في العدد المباراة اللي عبناهم كنا نتمنى طبعا نزود الكلين شيت ولكن غير كده لا ارقام كلها ايجابية جدا وجود النادي الاهلي في التلت الاخير عند الخصم التمريرات ولمسات الكرة داخل منطقة الجزاء الارقام بتدلل النهاردة هنستعرضها مع بعض ونحللها حتى شفناها قبل المباراة ان الاهلي فريق خصم قوي جدا لأي فريق لأي منافس او اي مقابل او اي فريق حيواجه النادي الاهلي يا كابت نايمن ان الارقام ارقام مرعبة ارقام فعلا مرعبة بغض النظر احنا دايما بنقول اه الله الخصم ده الخصم ده بارقامه يبدو ان هو عنده مشاكل كبيرة على المستوى ناحية الدفاع او ناحية النادي الهجومية ولكن طبعا نحن عارفين بالضغطات اللي فيها النادي الاهلي اي خصمه اصاده بيحاول ان هو يلعب بطريقة مختلفة شفنا الداخلية في الماتش اللي فاتها كابتن واستعرضنا الاحصايات وارقام المباراة الاخيرة كان شكلها مختلف غير الارقام اللي احنا تكلمنا عليه النهاردة بالارقام بقى شوية الشوط الاولاني مختلف الشوط الاولاني انتهى باستحواز الاهلي 73% مقابل 27% انا عايز اقف بس على عدد التمريرات الداخلية في الشوط الاول 63 تمريرة فقط ونصهم اصلا باك باصس لورا اي ما فيهاش باسات اصلا لقدام نهائية الاهلي في الشوط الاولاني 234 تمريرة صحيح تعال بصة كابتن بعد نهاية المباراة 4-1 استحواز انتهى المباراة 67% مقابل 33% تعال بقى نشوف الناحية الهجومية النهاردة 11 ركنية للنادي الاهلي مقابل ركنيتين للداخلية المحاولات والتزديدات على المرمى كابتن ايمان النهاردة 31 تزديدة للنادي الاهلي منهم 10 على الثلاث خشبات الدقة 32% ناحية التانية الداخلية يعني عنده تزديدين فقط واحدة منهم على الثلاث خشبات بدقة 50% يعني فيه نبص التزديدات 31 مقابل تزديدين فقط الفرص بشكل عام الاهلي النهاردة بالتمريرات المفتاحية الغزيرة اللي شفناها خاصة من حسين الشحات وحنستعرض الرقم ده مع بعض في صناعته وليه الفرص بشكل عام او التمريرات المفتاحية الاهلي 22 فرصة منهم 6 فرص محققين 6 فرص محققين النهاردة الناحية التانية عند الداخلية صنع 3 فرص بشكل عام يعني النسبة حتى مش وصلة اللي هي فرصة محققة مفيش 0 لان الـ XG عندهم حتى مش مكمل هدف يعني نتكلم النادي الاهلي قد يصل ل7 اهداف النهاردة كابتن ايمان 7 اهداف محققين النهاردة بالنسبة بقى للتمريرات زي ما قلنا لحضرتك ان الداخلية فريق النهاردة 206 تمريرة صحيحة باجمال الشوطين دقة بتاعتهم 76% من اجمال 272 تمريرة زي ما قلنا 60% و 65% من عدد تمريرات فريق الداخلية النهاردة عبارة عن تمريرات للخلف مفيش حتى اي شكل للـ build up او الـ progression او التدرج لقدام شفنا معظم التمريرات ديت معظمها طبعا زي ما قلنا تصل لـ 65% نادي الاهلي 478 تمريرة صحيحة من 553 تمريرة بشكل عام 86% الدقة بتاعتهم التمريرات بقى الطولية كابتن النهاردة 31 للاهلي منهم 20 بشكل صحيح بدقة 65% ناحية التانية الداخلية عمل 40 تمريرة طولية زي ما قلنا حضرتك الـ 40 تمريرة طولية هتلاقي مسام فيهم حارس المرمى بشكل كبير سواء ضربة المرمى او الكرات اللي بترجع له من الباك باصس وهو هي شطة يعني تحسب تمريرة طولية نوبي علاها كالون بول يعني تمام تعال بص بقى على الناحية الهجومية كابتن نايمن تمريرات في التلت الاخير علشان نفصل بقى لشكل الهجومي عند النادي الاهلي 218 تمريرة في التلت الاخير منهم 168 تمريرة بشكل صحيح بدقة 77% الداخلية عموما لما وصل عند التلت الاخير في النادي الاهلي 54 تمريرة فقط 20 منهم بشكل صحيح ولكن ما شفناش منهم اي خطور لان ده حيترجم معنا في العرضيات والركنيات اللي شفناها الدخول بقى للتلت الاخيرة والهجمات بشكل عام في التلت الاخير تعال بص الفرقتين الاهلي ان هو دخل النهاردة التلت الاخير بشكل هجمات على مرمى او التلت الدفاعي يعني عند الدخلية 88 هجم لو احنا عنوزحهم بقى كابتن تعال بص ده يعني ارقام مرعبا يعني كل ديه عند المرمى مظبوط وده الحقيقة ده احنا اللي شفناه النهاردة احنا كان احنا بنتكلم على الفرص يعني احنا شفنا الفرص مع بعض 10 فرصة ستة سبعة منهم محققين بشكل يعني تترجم اهداف والاكسي جين نهاردة بيقولك من واقع الكوالي التزديدات دي او الهجمات دي كان نصل لسبع اهداف مش بس الثلاث ف88 هجم اللي انت دخلت بيهم الممرات لو احنا بقى وزعناهم تعالى نحللهم فين بالزبط في الخمس ممرات الامامية عند الداخلية نتكلم حتى في الممر الايثر ولممر الايثر الداخلية او الهجم هي 20 هجم بس دخول او 20 هجم من حيث 10 من الشمال الجانب الايثر 10 من الجانب الايثر الداخلية العمق النهاردة بقى كان فيه 15 هجم 15 حتى دخول او باسع او هجمة فريد الداخلية بيلعب باستو كل بزياري كمان ما ده اللي احنا عرضناه كابت قبل المباراة خمسة اربعة واحد خمسة مرصوصين بياكن بيتضربوا في العمق في الهاف سبيس بشكل سهل جدا او حتى بالاختراك من الاطراف وده شفناه في الاربع متشاط الاخيرة لما حللنا فريق داخلية بالارقام حتى فالنهاردة ناحية اليمين بقى كان فيه عشر هجمات منهم اربعة عشرين من الجانب الايمن الداخلي فقط وده اللي احنا شفناه لان النهاردة امام عشور مع حسين الشحات لك نعمين جابها وحسين الشحات النهاردة هنستعرض ارقامه مع بعض عنده رقم مرعب جدا رقم مرعب يعني بالجانب الاثنين السستة والتمريرات الحاسمة عنده رقم يعني هنتكلم عليه فده الشكل الهجوم النهاردة وبتحليل التمريرات دي كانت فين بالزبط في المباراة تعال نشوف الكروسات عندهم سبع عرضيات فقط واحدة منهم بس اللي هي بشكل صحيح نسبة ضئيلة جدا بدقة اربعة عشر في المية فليه ما كانش عنده اي شكل يعني من ناحية العرضيات ناحية الرقميات ناحية وجوده حتى في تلت الاخير او نص الملعب ما فيش حتى الاستحواز تمريرات حتى ما كانتش ظهر نادي الاهلي سبعة وعشرين كروس منهم عشرة بشكل صحيح بدقة سبعة وثلاثين في المية كسب الصنايات يعني متكلم على ارقام متقاربة لكن الدقة دايما للافضل للنادي الاهلي اتنين وستين في المية مقابل تمانية وثلاثين في المية للدخلاء دي كده الشكل العام الارقام المباراة النهاردة كابتن ايمن وبالاخص الناحية الهجومية عند الاهلي والغزارة الهجومية بكل اشكالها سوى صناعة الفرص الكروسات الرقميات اللي استعرضناها التمريرات كلها ايجابية يعني كان ينقصها بعض الفينيشينج بشكل عام كانت نوصل للكسيجيل المتوقع كانت سبع اهدف محققية نبص بقى على افضل ارقام النهاردة افضل ارقام النهاردة طبعا كان امام عشور وهو حصل على رجل المباراة وكمان حسين الشحات لان حسين الشحات عنده رقمين النهاردة بقى الدول الاتنين واخدين يا كابتن تقييم فوق التسعة يعني تسعة بوينت وان وتسعة بوينت وو الاتنين تقييمات عالية جدا امام تسعين دقيقة جاب جنين لما سكورة سبعة وتمانين اه مرة عمل تمريرات ستة وستين تمريرة منهم خمسة وخمسين بشكل صحيح بدقة تلاتة وتمانين في المائة لما سكورة يا كابتن انا عايز بس اوضح مع الكابتن حاجة الرجل ده لما سكورة النهاردة سبعة وتمانين مرة في تسعين دقيقة يعني انت لو كل دقيقة بيكون موجود فيها لما سكورة تقريبا فوجوده بشكل عام امام النهاردة انا بقى عندي رقم مفاجئة جدا لامام في التسديدات عمل طبعا تمريرات مفتاحية اتنين كراته الطولية ساهم فيها بشكل صحيح عمل خمسة منهم تلاتة تم استغمالهم بشكل صحيح وصلوا للعب نكمل بقى بسرعة علشان نتكمل على التسديدات امام عمل تسع التسديدات النهاردة احنا شوفنا تسديدات كتير الامام يعني كان بيشوت كتير جدا منهم خمسة على تلات خشبات وساهم في النحاية الدفاعية حتى كسب الصناعيات وخد رجل المباراة اه بزبط حصل على الرجل المباراة يعني عنده هدفين وعنده ارقام كبيرة حتى صنع فرصة محققة واحدة النهاردة تمرات مفتاحية انت قلت اللي قرب منه تقريبا حسين الشحاية على طول لهم الاتنين فوق التسعة من عشرة في اعلى تقييمات حسين بقى واحده السبعين دقيقة عمل اتنين اسست لمس الكرة ستة وخمسين مرة ممكن يكون معدلات لمس الكرة النهاردة مش عالي عند حسين مقارنطن بامام او باية اللعبين ولكن الايجابية يعني انتخال اللي بعدهم في الارقام كان وسام ولكن اقل حاجة عنده وسام هو لمس الكرة النهاردة لمس الكرة النهاردة 22 مرة يعني ما كانش فيه لمسات كتيرة ليه او تواجده معكور عمل تمريرات النهاردة بدكة 85% حسين الشحاية تمريرات المفتاحية النهاردة 9 ده رقم كبير جدا ساهم فيه في وجود ده بقى لو نفتكر مع بعض لما كنا بنتكلم على دخول التلت الاخير والهجمات منين وشوفنا ناحية اليمين والهفز بيس مين كانت اكتر هجمات عند النادي الاهل ساهم فيها طبعا حسين الشحاية بشكل كبير جدا عمل عرضيات النهاردة السبع منهم ثلاثة بشكل صحيح ارقام كلها جباية الحسين لو نكمل سريعا عشان الوقت التمريرات الطولية ثلاثة منهم ثلاثة بشكل صحيح وصنع فرص محققة زي ما قلنا اتنين وكسب سنيات حتى اي سنيات كان بلتحم فيها اربعة كسب منهم ثلاثة اخيرا بندلل باب الارقام ديت وشكل الوجود النادي الاهلي في التلت الهجومي قلنا الاختراقات من العمق النادي الاهلي اربع مباريات على التوالي يا كابتن فيه تطور كبير جدا فيه تنوع في الفرص قلنا لحضرتك ونا بنشرح مع بعض بالحالات ان فريد داخلية من اهم نقاط الضعف عنده هو الاختراقات من العمق نحن استعرض بس هو العنوان اللي دايما بسيقه بقى مع حضراتكم بالتحليل الفني والتفاصيل العنوان اللي هو ازاي النادي الاهلي نهاردة اخترك من العمق وكان ممكن يستغل كل الفرص دي اللي هي التترجم هداف اللي هي الارقام اللي احنا شفناه نحن استعرض الحالات مع بعض بداية حتى مديقات الاولى ومديقات تانية كان فيه التوجه بشكل عام درسين الخصم بشكل كويس جدا الكورة كابتن يعني هنا من امام هنا ونقف بقى منرجع من الاول انا قصدي من عنده نزول نزول هنا طبعا طبعا زي ما قلنا حسامي الشحاتة هوت والتمريرات هنا بس نقف هنا كان فيه عنده فرصة كبيرة جدا هو استعجل فيها طبعا وساء انه هيكان يبقى فيه تحرك هناك برضو ناحية الشمال او هنا يعني هو الرجل على عدته هنا الباصة ديت عملت طبعا ده ميس باص بس كان ممكن يلعبها بشكل افضل في العمق وكان يبقى فيه اه يعني هو الافضل كان يطلع محمد هاني او محمد هاني يعني كان فيه اكتر من حلة كابتن شريف اكتر من اوبشن والسلية ساقف والسلية محمد هاني دين يا فريد زي مزبوط مزبوط ده كان في الديها الاولى كابتن شريف كابتن يعني بديتكلم فيها نفس الكلام تعب انا نتكلم بقى نشوف الوفرلابينج اللي تلعبت الفرصة ديت شفناها النهاردة كابتن ايما هاني شفناها مع بعض في الماتشات الاربع ماتشات للدخلي تمام كلها ترجمة لاهداف تقريب فده ده العنوان اللي بتكلم مع حضراتكم فيه اللي بترجم الارقاب احنا بنقول الاختراقات والهجمات كانت من ناحية اليمين اكتر والهوف سبيس لناحي الجانب الايمن الدخلي فبالتالي هي دي بقى هي دي اللي انا عز اعرضها لحضراتكم ترجمة للارقام اللي شفناها مع الفرص نفس الكلام يعني برضو كان فرصة خطيرة جدا طبعا تدخل فيها العلم شو بتقرر او اختراق بلونج بول تحط جوه 18 في العمق بتشكل خطورة انا اعتقد ان حتى يعني الهجمات متعددة سواء من الاطراف او من القلب وكل اكتشكل خطورة على مرمى الدخلية كل تأكيد فعلا والارقام قالت لنا او الاختراقات في العمق كتيرة ومعظمها خطيرة بالشكل حتى الفرصة الاخيرة دي نفس الكلام هنا ده بالباصس اللي دايما انا كابتن عادل كلامنا على الاخر ماتش الباصات بقى هي دي يعني لو نقف بقى لو نرجع اخر حاجة عشان يعني نختم مع حضراتكم يعني امام كان هنا برضو كابتن شريف اكتر بس نقف بس نشوفها يعني هو حتى عينين ما كانتش يعني فيه اكتر من اختراق باصة كده سريع حسين ده ناحية التانية خالص اعطاكت حسين اه لا مروان وسام وسام ناحية التانية حسين ناحية لكريم هنجيب وسام اسهل ده العنوان اللي كنا بنربطه بس بالارقام والهجمات كانت منين ودخول التلت الاخير عند دخلية ونقاط الضعف عندهم كان ممكن شوف كل الفرص اللي عرضناها ده كابتن عيمن للأسف ضاعت استعجال وكل مزبوك مرة تانية مبروك وكل التوفيين للنادي الاهلي موبراتين الجايين هما وجهة ناظر يعني الحاسمين في باقي المسابقة يعني او مشوار الدوري بكل شاء الله كل التوفيين للنادي شكرا 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 شكرا